بيكم فيديو جديد على قناة هاوزات. النهاردة هنتكلم على الكتان والواحد جبس والاستنبات اللي بتطلع بالاشكال اللي زي كده. طيب في الفيديو ده عمتا يعني علشان تبقى انت عارف اللي انت هتستفاده فهو ازاي اقدر اوصل بسهولة بسهولة لاستنبا بالحاجات او بالاشكال اللي زي دي. رقم واحد انت ممكن تعمل لها فورمة زي الفورم دي سماني كده اهي زي الفورم دي. ماشي لو انت عايز استنبا فيها دورانات خاصة او استنبا انت بجا معاك تسحبها سحب. سحب بجا على لوحة على حاجات زي كده. يعني هتديك الشكل ده اهو. هو الشكل ده. ما فين الشكل ده اللي هو ده. اهو فينه فينه اهو ده. تمام? وهم. طيب. لكن لو انت بجا عايز تكسب وقت هتضطر تستخدم ايه الفورم. الفورم دي هتكون سواء بجا بالفايبر هتكون بالخشب زي ما احنا شغلين بيها دي او هتكون باللي تكون بيه. ولكن في ملقوزات مهمة انت بجا انت اشغل بيها وانت بتعمل الفورم بتاعتك. احنا عملنا فيديو جابل كده. على القناة بيتكلم ازاي تسحب الكلام ده اللي هو بالفورم اليدوي. طب الفورم بجا اللي هي الكبيرة. اللي ممكن تبجا انت بممكن تعملها كده بالمتر او بالاتنين متر. يعني مسلا اوضة اربعة متر تاخد لك مسلا ايه? تلاتة اربع من الواح الفورم دي الجاهزة على طول تسحب معاك. لو انت خاصة صناعي مش هتاخد معاك وقت عن الفورم دي لان الفورم دي انت علشان تطلحها بايدك تجعل تروح وترجع تروح وترجع ومحتاجة زبط جامد. ناشي هي هتطلع معاك زي ما احنا قلنا هي طلعت ماشي بس الفكرة في الوقت. هتطلع هتطلع عليك الفكرة في الوقت. خاصة لو العميل او لو انت شغال الفورم العدلة. الفورم العدلة سهلة جدا في تأسسها. يعني دي اهيه متأسسة بالخشب اهيه بص. متأسسة بالخشب بس لازم تكون خشبها عدلة طبعا. تمام? عشان تطلع معاك فورم عدلة. اهيه. ولكن الفكرة في الرسمة بتاعتها. الرسمتها نفس فكرة رسمي دي. لو انت مهتم وعايز تجيب الرسمي دي. وما تعرفهاش يعني اكتب لنا في الكومنتيات واحنا يعني هصورها لك وهبعدها لك. او هبقى شروح تاني في فيديو ازاي تصمم الاستنبا دي نفسها. طب ازاي باجا تبدأ تشتغل? ازاي تبدأ باجا تشتغل? اول حاجة بعد ما بتبدأ تعمل استنبا زي دي زي ما احنا قلنا بتبدأ تكفلها من هنا وبتبدأ تكفلها من هنا علشان تبدأ تصب يعني احنا هنا اهو بنكفلها بحاجة زي كده اهي كده خلاص وتبدأ تصب. ماشي بي حاجة. تاني حاجة غزيها كبتان. بس بالشكل ده الافضل علشان تبدأ تعرف تشيل بيها. وتاني حاجة علشان تبجع تثبيتها اشد. لان تركيب الكرانيش او تركيب الجرارات اللي زي كده المالس مش اللي انت بتسحبها على الحيط بطبعا بتكون اضعف. لان اللي بتسحبها على الحيط وبتتطبع على الحيط افضل. طيب انا عايز اكسب وقت زي ما احنا قلنا وعايزين نطلع شغل وننتج اكتر. فانت اول حاجة هتععمها بكتانة بكتانة نظيفة. تمام? علشان تبدأ تركب عدل تركبها حلو. حتى لو السماكة بتاعتها مش كبيرة. بس لا. لازم تركب لها او تغزيها كتانة اهي. بالطول بالكامل هتغزيها كتانة. وتكون الكتانة بتاعتك اللي انت شغل بها نظيفة. طب دي حاجة. تاني حاجة. ما تكفلش الاستنبة بتاعتك علشان اللوح كده مش هيطلع. خاصة لو هي خشب. طبعا احنا اشغالين بالزيت وبالجاز. طيب ده في العز. او بالصفون او ايا كانت مادة العز اللي انت هتشتغل بها. لكن هتعمل ايه? هتعمل اول حاجة لازم تكون الاستنبة بتاعتك متهوية. يعني احنا هنا بنركب اهو. بالخشبة دي. الخشبة دي برضو عازل. اهي. بنسبتها هنا. وبعد كده بنجر يعني عاملين هنا اهو مجرى. المجرى سابق بالمصمار. بحيس ان هو يبيت في مكانه وشان يبقى كله زي بعض. طيب. بعد كده بسبتها طبعا بالشناكل اللي هي زي كده. ودي طبعا متوفرة في السوجة او ايا كان يعني اللي هي اسمها ايه? لها اسم ايا كان يعني. فبتسبتها وبعد كده بعد ما بتخلص ومشي ويشد عركو. بتبدأ تشيل دي خلاص. وبعد كده بيطلع معاك اللوح. يعني لو انت عازل كويس هيطلع معاك اللوح بارتياحية. هيكون دي النتيجة. ادي الشكل اللوح اهو. تمام. ادي اهو ده طبعا انت كنا عايزينه مجال صغير. فبيتكون ادي الصلابة بتاعته قوية جدا نظيف وخفيف في نفس الوقت. مش مش اللي هو يعني حاجة كبيرة. ولكن هيديك حقيقي انتاج رائع رائع رائع. لو انت عندك اي كومنت سيبه في الطالقات ونرد عليك. سلام.